عملت كيكة وفشلت معاكي تلعت معاكي مش عالية تلعت مكتومة تلع وشها محروق او عندك كيكة في التلاجة نشفت ولادك مش راضين يكلوها هاتيها وتعالي وهاتي معاكي حبيتين من المنجا هنعمل صنف حلو هيخليوني يطلبوها منك كل يوم طبعا ما نفعش اكون في موسم المنجا وماعملش الوصفة التحفة دي جبت كده تلات حبات من المنجا اي نوع زي ما انت عايزة برحتك المتوفر عندك في البيت غسلتها كويس جدا وقشرتها وشلت اي قطع كده مش حلوة فيها وقطعتها مكعبات صغيرة زي ما انت شايفة بالشكل ده هركنا بقى كده على جانب هجيب كده بولا وحط فيها كباية من المية المتالجة وعليها معلتين كبار من السكر وضربتهم الاول مع بعض كويس جدا لغاية ما تأكدت ان السكر اللي معايا ده تماما نزلت بعد كده عليه كباية الاربع من الكريم شانتي الخام وضربتهم كويس جدا لغاية ما تقل معايا بالشكل ده عندي بقى هنا كنت محضرة كباية كده من عصير المنجا الفريش المركز وكنت ضيف عليها معلقة صغيرة من السكر حطيت منها معلقتين كبار كده على الكريم شانتي بتاعنا علشان يبقى واخد نكهة كده من المنجا ركنت بقى الكريم بتاعنا على جم وجبت بقى كده الكيكا بتاعتنا انا هنا كنت بحضر تورطة فطلعت معايا مش مرتفعة قوي وتعبين فيها فمش هنرميها طبعا فجبتها وقطعتها زي ما انتم شايفين بالشكل ده وجبت بقى البولة بتاعتي بولة بيريكس او صينية بيريكس اي حاجة بس اهم حاجة تكون حاجة شفافة كده عشان تشوف الطبقات بتاعتها كده بيكون شكلها طحفة جدا بدأت كده اول حاجة بطبقة الكيكا بتاعتي من تحت وزايتها كده بعصير المنجا اللي انا كنت عاملاها وعليها الطبقة من الكريمة انا كنت حطاها في الكيس عشان اسهل كده ان انا وزاها بسهولة وبعد كده نزلت عليها بمكعبات من المنجا اللي انا كنت مقطعها وبعد كده قررت تاني نفس الخطوات هي هي حطيت برضو تاني كده طبقة من الكيكا بتاعتي وزايتها كويس قوي بعصير المنجا وبعد كده طبقة تاني من الكريم شانتي وتوص بقى بكل طبقة توص بيها عشان تديك طعم حلو قوي لو حب كريم الشانتي بتاعك يكون غني شوية ودسم اكتر دربي معاها معلتين كبار من اشطة اللي هي وش اللبن مش لازم نفرده كويس قوي يعني خليه كده عشوائي كل ما كان عشوائي كل ما كانت الطبقات شكلها احلى وبارجع احط تاني مكعبات المنجا واخر حاجة بحطها عصير المنجا كده علشان كده يديها شكل حلو كمان يحفظها شوية ما تتبلش معايا بسرعة ممكن بقى تكسر اللون الاصفر ده بكريز احمر بكريز اخضر بكريز طبيعي اي حاجة زي ما انت عايزة دخلات تلاجة مش هقالي من ساعتين عشان تاكل كده حاجة طعمها تحفة وكلها كده شربة من بعضها واصفة خطيرة وما كلفتناش اي حاجة وعملناها من دواء البيت يلا جاربيها مستني راي